في سوق المال أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جمعي للمؤشرات وذلك بعدما ارتفعت خلال الجلسات الثلاثة الماضية بضغوط مبيعات أجنبية وسط تداولات مرتفعة وخسر رأس المال السوقي 11 مليار و 200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 51 من 100% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 65 من 100% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة وهبط مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة 78 من 100% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا